اشتركوا في القناة التواصل بيننا وبينكم اخواني الكرام فتحيتي لكم تحية مساء عطرة نزفها لكل المتابعين اينما كانوا سواء داخل المغرب وخارج المغرب بطبيعة الحال ربما الكل تابعوا شاهد وحد الفيديو بعض الصور الصادمة من احدى يعني القرى النائية بالاطلس بطبيعة الحال اللي طارت واحدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتبية يعني بعض المواطنين والساكنة ديالها هذه القرية اللي طاروا في وجه احدى الجمعيات التي حاولت تنهى باش تقدم مساعدة انسانية لهذه الساكنة اللي كتعيش ازمة اه كبيرة مع البرد القارس بطبيعة الحال فامجموعة من اه المواطنين آآ حاولوا انهم يرفضوا هاد المساعدة الانسانية ويرميوا هاد الملابس على الارض آآ بطبيعة الحال آآ لأسباب او لاخرى يعني هاد الموضوع اللي اطار واحد نقاش كبير يعني حول يعني بعض الجمعيات ولا نعمم بطبيعة الحال اللي كتحول دائما باش انها آآ تصور يعني امام عدسة الكاميرا وهي كتقدم بعض المساعدات الاحسانية والمساعدات الانسانية اللي كتكون بوحد طريقة ربما آآ كتحط من الكرامة الانسانية ديال هاد المواطنين وهاد الساكينة المغرب العامق فآآ اخواني الكرام يعني اشنوا الرأي ديالكم في مواقع وكيفاش كتشوفوا يعني هاد طريقة ديال التصرف ديال هاد السكان اللي طاروا واآ استنكروا يعني قدوم هاد الجمعية باش انها تقدم لهم هاد الملابس يعني ربما كي اني غد يقول بانها ملابس رتة ملابس مستعملة الا انه آآ يعني على الاقل يعني هاد الجمعيات يعني كيت تحركوا مرة مرة ولو موسميا يعني باش انهم يقدموا مساعدات آآ لهاد السكان اللي كيعانيه من البرد القارس اخواني الكرام اوكي يعانيه من معاناة آآ شديدة بطبيعة الحال فآآ يعني آآ مجموعة من الناس يعني آآ ربما آآ يشتكون يعني من طريقة ديال اقدام بعض الجمعيات على تصوير هاد الحالات وآآ عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وهاد شيء هو اللي خلا يعني ان هاد آآ السكان ربما اطوروا وآآ يعلنون الغضب ديله ومتضمون ديلهم من تصوير ديلهم واتصوير يعني شوفوني هاني كان دير الخير يعني آآ سمح الله بعض الناس اللي كي حاولنا وميستغلوا المعاناة ديالناس والهشاشة ديال المجتمع فهاد الفئات يعني لا تحتاج لهاد المساعدة بل تحتاج الى برامج تنموية تحتاج الى اننا نربطهم بقطار تنمية اللي كيشهدوا المغرب ديالنا فلا يعقل اخواني الكرام باش اننا نوجدو قرية ان تحت عتبة الفقرة ان تحت الفقر المدقع يعني مشينا القرى شوفنا المعاناة ديال السكان شوفنا ايضا يعني ان مجموعة من الجمعيات كتحاول انها تركب على الموجة باش انها آآ تصور يعني المعاناة ديال هاد الناس وتستغلهم من اجل جمع آآ الاحسان العمومي لان رحت يعني هاد القضية ديال الاحسان العمومي فهي آآ مضبوطة ووفق القانون فلا يمكن باتتان تصور اي شخص يعني والركوب على المعاناة دياله والآآ التنمور يعني من الحالة دياله فكنت منا يعني ان هاد ادشي الليوقع آآ بطبيعة الحال آآ ما يزيدش يعني آآ من درجات الاحتقان مجموعة من القرى اللي مزال جمعيات يعني غادي تمشين مجموعة من القرى باش انهم متقدم لهم آآ المساعدات الانسانية اخواني الكرام فلن يقال بطا تان اخواني باش ان آآ آآ هاد الجمعيات اللي كتستاعن يعني بالهواتف النقالة لتوتيق الاعانات الغدائية والاعانات ديال الملابيس والمساعدات اللي كتقدمها للسكان ديال هاد القرى اه فمجموعة من النشطة آآ 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 علموا الساهم وموقع التواصل الاجتماعيين قسموا بين مؤيدين لتصوير عملية توزيع المؤنن آآ دعوة انها تحط يعني على عمل الخير وكتход عبرة باش ان الناس الخيرين اديروا نفس البادير يقوموا بتقديم المساعدات وبين آآ م معارض يعني آآ الناس اللي تقول بأنه لا يمكن باتة نتصوير الناس وتصوير المعاناة ديالهم وأنك تبينهم في تلك الصورة ديال الفقر المدقع وصور النساء والأطفال أثناء تسلوم يعني المساعدات الغدائية والمساعدات الإنسانية فيما يعني وصف الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماع حينما تم تدول هذا الفيديو الصادم وهذا الصور الصادمة ديال مجموعة من المنابيس اللي تم رميها على الأرض وتشتيتها على الأرض من طرف نساء وساكينة هاد القرية اللي كينة في الأطلس بطبيعة الحال فاكين اللي وصف هاد العملية بأنها يعني آآ شوفوني هاني كندير الخير فحرام باش أنه يتم استغلال يعني المواجع ديال ناس يتم استغلال آآ ديال ساكنات المغرب العميق فاكين الناس يعني اللي كيقدموا حتى يعني اللي بغا يدير الخير يديروا في السر يعني يديروا وهو مستور عوض أننا نحاولوا أننا نصوروا الناس ونركبوا علموا عاناة ديالهم بطبيعة الحال فهذا آآ لا يمكن تقبلوه بأي حال من الأحوال خديجة تريت شكرا لك هذي نحاول نقرب على التعليق إخواني الكرام عبدو العربوي تحيتي لك أخي الكريم يعني أنتما إخواني الكرام بغينا الأراء ديالكم بغينا التعليق ديالكم تقولنا عشنو بلكم يعني في هالظاهرة اللي ولت منتشرة بشكل كبير يعني مجموعة الناس اللي كيستغلوا المعاناة ديال آآ هاد سكان المغرب العميق وسكان ديال القرى النائية وكيحاولوا أنهم آآ وتقوا عملية توزيع المؤان عملية توزيع بعض القفاف يعني فهذا المواطن اللي ساكن في الجبل واللي ساكن في قرية نائية فلا يحتاج يعني آآ لي خمس لترات من الزيت أو آآ قفاف ديال السكار وآتي بل يحتاج إلى برامج تنموية وأعيد وأكررها فهذه الناس يعني آآ ناس خاصهم يعني آآ مساعدات خاصهم يعني أنه يتم مد يد العون لهم طيلة السنة وليس بشكل موسمي فهذه الخمسة يطروا ديال الزيتة وحفنة من الدقيق فغادي تسالي في شهر أو شهرين فكيف سيعيش طيلة السنة وهو عايش وصد القهراء عايش وصد الفقر عايش وصد الحاجة فهل هذا الإنسان يعني في غياب أي داخل في غياب أي مورد للرزق هل هذا الإنسان يعني آآ غديم دياله من أجل تسول فحرام باش أنه هذه الناس ديال آآ ساكنة المغرب العامي قبقوا عايشين في هذا الإقصى وفي هذا التهميش وفي هذه المبالات اللي كينهجوها بعض المنتخبين وبعض السياسيين الذين آآ يعني آآ يستغلينهم انتخابيا فكلما اقتربت الانتخابات يلجأون إلى تنظيم آآ حملات بهذه الدواوير وتقديم مجموعة من الوعود والشعارات الرنانة وبالتالي فمجموعة من السكان للتقن بهم في الزيارة يعني آآ ديال آآ إحدى القرى هنا بإقليم تارودانت والذين عبروا لنا بصالح العبارة بأنهم يعني المنتخبين اللي صوتوا عليه معمروا شافوه من نهار صوتوا عليه ومن نهار أدلوا بتلك الورقة إلى يومنا هذا فكيف يعقل يعني هذه الناس بقوا دائما يعني كل سنة ويتكرر نفس السيناريو يعني قد نديروا حملت دف حملت تضامنية حملت إنسانية لهذه الناس فهذه الناس ما محتاجن يعني لأننا نعطفو عليهم بهالطريقات هي لأننا نقصوا من الكرمة دي لهم ونقصوا من القيمة دي لهم كإنسان فهما يعني مواطنين لهم كرمة لهم حق العيش الكريم لهم الحق في السكان الحق في التدريس الحق في التعليم الحق أيضا فأنهم يحسوا بأنهم ينتمون إلى وطن يحس بهم وطن يقدم لهم يد العون وطن يعني اللي كيئويهم أثناء المحنة وأثناء الأزمة فهم يعيشون في أزمة يعني مالية وخانقة طيلة السنة يعني كين أصار لما عندهم تعشر الدرام المدخول دي لهم اليومي فكيف يعقل إخواني باش أننا ننجي ونقدم واحد قفة يتيمة لا تحتوي إلا على بضع لترات من الحليب وبعض الزيت والسكر ونجي نصور هاد الناس ونحطها في الفيسبوك وبالتالي فهذا شيء يعني الناس ترطاف عندهم درجة الوعي ولو كيعرفو بطبيعة الحال أن كين بعض الجمعيات اللي كيتسولوا باش أنهم يغتانوا على يعني حساب هذه الفئة المهمة شاء هذه الفئة بأن هاد الناس فقط يعني أميين لا يعرفون ولا يفقون أي شيء لا يا أخي فهذا الناس هناك نخبة يعني اللي نجبتها يعني هاد القرى كين نخبة متقفة يعني تعتلي أعلى المناصب جات من هاد القرى وأتت من هاد الدواوير النائية يعني كم من يعني كفاءة وطنية أتت من الجبل فيعني حتى الجبل عنده حقه في التنمية عنده حقه في أننا نفروا لتعليم في المستوى صحة في المستوى معيشة في المستوى فكانت منها بطبيعة الحال نوردين مستوري يقول يجب إعادة النظر في قانون تأسس الجمعية فالكثير من الجمعية داخل الطراب الوطني تشتغل على استغرال المواطنين الأغراض السياسية وشخصية تحيتي لكل مشاهدي شوف تيفي داخل وطن وخارج تحيتي لك أخي نوردين مستوري شكرا لك كمال كمال يقول برافو عليهم تحيتي لك نبيل عبد الله حمامك يقول فين كين المشكلة أغلبية المغاربة كيتكساوا من البال وأنا واحد منهم هذي كرا قل التربية يا أخي الكريم لماشي قضية يعني أننا دوك لحواج قدام ولا ماشي قدام يعني هذي الناس رمي يمكنش باش أنانا يوميا أننا كل آآ سنة أنا نمشي ونستغلهم ونصورهم وإحنا نحنا شوفون يعني كندير الخير فالخير الله بغي يديروا شيء واحد يديروا بينه وبين الله يديروا يعني هو مستور بدون يعني بهرجة بدون توثيق بدون آآ أي دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشعروا بالناس ونحطهم الكرامة ديالإنسان لإنسانية ديالهم فهذه الناس تاهمة يعني يدير رسك برسهم واش يعني كتبغي واحد يعني يقدم لك حفنة من الدقيق ويجي صورك ويلوحا يعني في الفيسبوك أو في الانستغرام أو في أي وسيلة تواصل فهذه الناس يعني عاقوا فاقوا لأن كين بعض الجمعيات ماشي كل الجمعيات بدون يعني أننا نعمم كين بعض الجمعيات اللي كتستغل المعاناة ديال هذ الناس وكتقدم لهم بعض آآ الليترات كم مقل ديال الزيت والسكار وبعض الملابس اللي يعني آآ كتجيبها بشكل موسمي يعني مزيان أنا نطلع لهذه الناس أنا نديره حاملة آآ إنسانية وحملة تاضامونية لكن يعني خاصنا نفكرو فهذه الناس طيلة السنة ماشي احتي أكي يجي نبر دي عاد نفكرو فهذه الناس يعني هاذ الناس فين يعني شكون لي طلع ليهم طيلة السنة شكون لي طلع ليهم وشكل يوت شكون لي طلع ليهم وشلبسو شكون لي طلع ليهم وش أنهم هذ الاطفال ديالهم عندهم تعليم في المستوى لأن حتى أيضا بعض الاطفال يعني آآ لا يملكون حتى وسيلة نقل تقلهم نحو المؤسسة التعليمية دي لهم فحتاد المؤسسة اللي لمشي ندخلنا لي وكان نلقى حجرات يعني متآكلة وآآ شرفت على الانهيار فوق الرؤوس دي لهم يعني مجموعة من الأمور كتعاني منها يعني هاد القرى وهاد آآ الأماكن اللي آآ كتنتمي العالم القراوي وكتنتمي أيضا المغرب العامق فكفانا من استغلال المعاناة دي الناس والركوب فوق يعني آآ الآلام دي لهم لأن العالم القراوي هو عنده حقه في تنمية عنده حقه باش أننا نديره مشاريع تنموية على طول السنة وأننا على طول السنة نتفكروا هاد الناس مشيت تاكي يجي البرد عاد نتفكروا هم بعض آآ الحفن دي ل الدقيق وبعض الليترات دي ل الزيت فصراحة آآ هاد شي آآ انكشف واصبح آآ مطار تساؤل ومطار جدل كبير يعني يجب إعادة النظر آآ غد نحاول أنني نقرأ بعد تعليق دي لكم إخواني القرام حبيب فاضي لكي قلنا تمنى من هذه الجمعيات هذا تكشف عن هذه المساعدة بصور فمن الواجب على الدولة أن تتكفل بالمحتاجين لأن هذا حق أكيد يا أخي يعني الناس يعني من مفرر لهم أبسط ظروف العيش الكريم يعني كي الناس في أزمة كوفيد ما استفدوش من دعم المقدم من طرف الدولة فكيف سيحسون يعني بهذه الوطنية كيف سيحسون بأنهم مواطنين لأن هذا الناس لو كيحسوا بأنهم مواطنين من درجة ثالثة ومن درجة الرابعة يعني ولا عنات المواطنة ولا عنات بدرجة فلا يعقل إخواني الكرام يعني اتهد الناس اللي داروها التصرف فغد نعذرهم لأنه وصل السيلة الزبا يعني بطبيعة الحال من الناس كتعاني الأمرين طيلة السنة ولا أحد نتفكر ولا أحد يعني مشى أنه يدير مبادرة ويطلع على هذا الناس ولو أخذت يعني بعض يعني السياسيين أتكلم عن النخبة السياسية والأحزاب التي ربما تنظر إلى هذه الفئة بأنها ورقة انتخابية ولا أي شيء يعني هذا الناس يعني إلا كانوا يعني كيشكلوا واحد قوة انتخابية واحد قاعدة انتخابية على الأقل أننا ننفر لهم أبسط ظروف العيش الكريم على الأقل يعني أننا نحسنهم ظروف العيش ديالهم ونحاولوا دائما أننا نقدم لهم يد المساعدة طيلة السنة وليس بضع شهور فقط فغد نقرأ تعاليق ديالإخوان الكرام ديالنا تحيتي لكم إخواني الكرام شكرا لكم على التعاليق ديالكم آآ محمد آآ كيقول آآ انتغا ما حسباش حسينهم حتى كنت مربي انتغا ما تقول ما فهمتش أخي عشن القصد ديالك على الأقل يعني وضح الكلام ديالك حكيم السلام آآ من نرويج تحيتي لك أخي حكيم وتحياء الجالية المغربية المقيمة بأن نرويج تحياء متبدلة يعني هذا موضوع اللي طار واحد جا كبير وحاولنا أننا نقشون نعرفوا الأراء ديالكم لأن مجموعة من ناس على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي تداولات يعني هذا الفيديو يعني الصادم ديال هاد الناس اللي طاروا في وجه هاد الجمعية اللي مشات قدمت لهم مساعدة الإنسانية وحاولت أنها تتق هاد المساعدة لأن هاد الناس ما قبلوش هاد الأمر وربما أطار هاد الاستفزاز هاد المشاعر ديالهم وابعتاروا هاد الملابيس ولاحوها على الأرض وتم تداول ديال هاد الفيديو واستأتر باهتمام نشاطة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي وبطابعة الحال يعني كي المجموعة من الناس اللي كيستغلوا الوسائط ديال التواصل الإجتماعي في القوة وفي الخير التي ترمي إلى تقديم يعني ياد العون المعوزين بالمناطق القراوية والمناطق ديال العالم ربما التالت إن صح التعبير خاصة في دل هذه الدروف يعني المناخية المتأزمة واللي كتعرفها بلدنا في عز يعني البرد القارس والتلوج التي تحاصر مجموعة من الدواور يعني بعد ما يعني استعنات يعني هذا الجمعيات بالتوتيق وتصوير ديال هاد المساعدات المقدمة للسكان يعني قام جمعة من السكان بالانتفاضة وقاموا يعني رمي هاد المساعدات على الأرض ورفضوها رفضا باتا لأنها تسيء إلى الكرام الإنساني ديالهم يعني كفانا إخواني الكرام يعني من هاد شوفوني كندير الخير يعني يجب أن يتم الخير يعني سرا وجهرا وعدم تشهير بالناس لأنه يعني إشكالات كبيرة يعني كثيرها تصوير الأطفال الصغار على وجه التحديد وأيضا تشهير به معابر مواقع التواصل الاجتماعي فالاستغلال ديالهم آآ اللي آآ في بعض يعني مواقف وتم يعني آآ نشر ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي لكثير الاستهزاء آآ ديال مجموعة من الناس من الفقر ديالهم ومن العواز ومن آآ ربما آآ أصبحت لا تحتمل بتتن دخول كاميرا الهواتف إلى يعني هذه القرى وبالتالي فخصنا نعيد النظر في طريقة تقديم آآ المساعدات الإنسانية آآ لهذه الناس فآ حالي ما كتقول فينا والمشكلة كلنا فقر عند الله حتى بره هم ناس كيتكساوهم بيربنا وليتنا الحمد لله مزالين كيتشيروا من البيساتي أختي الكريمة القديرة ماشي قدية حويش دي البال أو بل يعني استغلال الكرامة الإنساني دي الإنسان يعني الإنسان فشكي يشوف أنك كتستغل الكرامة دي له وكتحاول أنك تشهر به عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلا يمكن بثة أن يقبل لأن هذا إنسان رغم أنه ينتمي إلى العالم القريب فهو يبقى مواطن ويبقى مواطن مغربي وله الحق في العيش الكريم له الحق النظر في تقديم الخير وتقديم أيضا مساعدة الإنسانية فحشوا معي باشننا استهزئوا بالناس أنصورهم بداعي أننا نقدم لهم الخير على أيين إخواني الكرام هذا وموضوعنا لهذه الليلة كنتمنى لكم ليلة سعيدة على أمل لقاء بكم وكنتمنى أنه يتم إعادة النظر من طرف مجموعة من الجمعيات فتحيتي لكم على أمل لقاء بكم في موضوع آخر وبد مباشر آخر دمتم فرعة الله وإلى اللقاء